وإلى الأنبار حيث قالت مصادر أمنية في المحافظة إن جسرا حيويا في قضائر وغربي المحافظة دمر بعد تعرضه لقصف جوي وأوضحت المصادر أن طائرات لا يعلم إن كانت عرقية أو للتحالف قصفت جسر راوى الوحيد بالمدينة الواقع على نهر الفرات والرابط بين مركز القضاء بمنطقة الجزيرة والصحراء الشمالية مشيرة إلى أن أحدى فضاءات الجسر سقطت في نهر الفرات بعد قصفه يذكر أنه قبل ثلاث سنوات أقدم تنظيم داعش على تفجير الجسر ما أدى إلى تضرر أجزاء منهم